نكمل الحر الليلة من الملف الإيراني حيث كشفت شركة إسرائيلية مختصة في تكنولوجيا المراقبة الفضائية صورا التقطتها أقمارها الصناعية تظهر أثار القصف الذي دمر جانبا من مصنع صواريخ إيراني قرب العاصمة تهران وكانت وسائل إعلام إيرانية اعترفت بالحادث الأحد الماضي لكنها قالت إنه حريق اندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني وكانت إيران شهدت خلال السنوات الماضية موجة حرائق طالت شركات ومصانع في عدة مدن من دون الكشف عن الأسباب كما سجلت عدة مواقع منشآت عسكري انفجارات ضخمة أو غامضة لم يكشف عن الجهة التي تقف وراءها رواية إيرانية تكذبها صور إسرائيلية الرواية تقدم أسبابا فيما الصور تكشف ما يظهر لاحقا أنه حقائق وبعتراف إيراني أمام العالم سيناريو يتكرر وهو ما حدث هذه المرة أيضا شركة إمجسات انترناشنال الإسرائيلية كشفت عن صور تظهر دمارا كاملا لما يزيد عن 25% من موقع قالت إنه قاعدة صواريخ سرية تابعة للحرس الثوري الإيراني وأن الأضرار التي لحقت به جاءت جراء غارة تعرض لها الموقع مطلع الأسبوع عدا عن أضرار إضافية على السطح وعلى طول الهيكل الشركة الإسرائيلية المختصة في تكنولوجيا المراقبة الفضائية أكدت أن المنشأة التي تعرضت للقصف تستخدم لإنتاج الصواريخ الحديثة وهي تقع خارج طهران وتحديدا هي مركز تابع لمجموعة شهيد همة الصناعية الإيرانية وأن الحادثة أوقع قتلين على الأقل الرواية الإيرانية جاءت عبر وسائل إعلام الحكومية تحدثت عن حريق نندلع في مركز أبحاث تابع للحرس الثوري الإيراني غرب طهران وأنه قد تم احتوائه التلفزيون الإيراني عرض بيانا للحرس الثوري يؤكد هذه الرواية ويتحدث عن إصابة ثلاثة أشخاص دعما لما عرضته شركة أمجسات انترناشنال من صور نقل صحيفة معارف الإسرائيلية تصريحات منسوبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال فيها إن الحرب بين إيران وإسرائيل قد بدأت إيران شهدت خلال السنوات الماضية موجة حرائق طال الشركات ومصانع في عدة مدن فيما سجلت منشآت عسكرية انفجارات غامضة وأمام هذه الحوادث تتحدث إيران في إعلامها الداخلي عن حرائق أما في حديثها للإعلام الخارجي فإنها تتهم إسرائيل بالوقوف وراءها ومع كل حادثة أيضا من الحوادث الإيرانية تلتزم تل أبي بالصمت فلا تأكيد ولا نفي لمسؤوليتها عن الغارات بينما تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما يتوافر لديها من أدلة تكذب بها الرواية التي تقدمها طهران للشعب الإيراني أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي من واشنطن نايل جاردنر مدير بمؤسسة هرتش ومختص بالشأن الإيراني أهلا بك معنا من طهران ينضم إلينا السيد محمد صالح صادقيا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية أهلا بك معنا أبدأ معك بداية سيد نايل لنفهم منك أكثر ما هي الأسباب التي تم الكشف عن هذه الصور وفي هذا التوقيت تحديدا شكرا لإستضافتي في هذا البرنامج وكما أشرت كانت هناك سلسلة من الانفجارات في منشآت حول إيران في منشآت لإنتاج الصواريخ وإسرائيل لم تشر وتتحمل أي مسؤولية عن هذه الحرائق ولا نعرف بالضبط سبب هذه الحرائق الكثير من هذه المنشآت التي اندلعت فيها الحرائق هي قديمة بعمر عقود من الزمن وكان هناك الكثير من الأسباب وراء الحرائق ولكن بدون أي شك إسرائيل هي في حالة انذار واستعداد نتيجة لبرنامج إيران الصاروخي وإيران تعتزم إنتاج سلاح نووي من الطبيعي أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لعمل كل ما يلزم لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية وهذا موضوع يتعلق بالأمن القومي للشعب الإسرائيلي وأتوقع أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها ولكن فيما يتعلق بسلسلة الحرائق ببساطة نحن لا نعرف بالضبط سبب هذه الحرائق هناك تكهنات وإسرائيل لم تقبل المسؤولية عنها إيران تتصرف بطريقة عدائية أو عدوانية ومتهورة وإيران أو أنشطة إيران تهدد ليس فقط إسرائيل وإنما الشرق الأوسط بكامله وأي عمل دفاعي من جانب إسرائيل أعتقد أنه له ما يبرره سيد محمد الصالح هل يمكن أن نقول بأن النظام الإيراني مخترق ليس الحريق الأول كما تقول الحكومة الإيرانية كانت هناك سلسلة حرائق ربما منها ما استهدف مواقع للحرس الثوري الحكومة الإيرانية تتحدث عن أنها انفجارات أو حرائق لا تذكر أحيانا الأسباب إلى أي ماذا نستطيع أن نقول بأن هناك اختراق حقيقي حاصل فعلا داخل إيران مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين عملية اختراق الأجهزة الأمنية الإيرانية ربما هذا ممكن نحن رأينا في عملية اختيال العالم النووي فخر زادة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران كان هناك اختراق أمني للأجهزة الأمنية الإيرانية وبالتالي كان العملية معقدة جدا كانت هناك أقمار صناعية شاركت في عملية الاختيال وبالتالي حتى الإيرانيون يعتقدون بأن هناك اختراق وأن يعتقد بأن هذا شيء طبيعي عندما تكون هناك مواجهة وهذه المواجهة مباشرة بين الدولتين أو بين إيران والكيان الإسرائيلي هذا شيء طبيعي جدا يجب علينا أن نتذكر عندما كانت هناك مواجهة أمنية بين مصر وإسرائيل قبل اتفاقيات كام ديفيد كانت هناك الكثير من الخروقات والاختراقات سواء كانت من الجانب المصري أو من الجانب الإسرائيلي الآن بين إيران وإسرائيل أيضا يعني هناك العديد من الخروقات الأمنية تحصل بداخل إسرائيل وحتى الإسرائيليين تحدثوا عن ذلك أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك اختراقات أمنية هي لا تقترب الحقائق سيد محمد يعني إيران حتى الآن هي تتحدث عن أنها حرائق أحيانا حتى لا تقدم الأسباب يعني تتركها بدون توضيح ربما أحيانا يكون الانفجار حجمه كبير لا تدخل في تفاصيله وبمعنى أنها لا تتحدث عن وجود أي استهداف من الخارج يطال هذه المواقع الحيوية والاستراتيجية داخل أراضيها ليس في كل الأوقات هو هذا الموقف الإيراني يعني عندما هجمت محطة نطنز أو منشأة نطنز النووية بالتالي الإيرانيون قالوا بأن هناك حصل اختراق أمني إسرائيلي وإسرائيل هي مسؤولة عن الحادث حتى في عملية اغتيال فخرزادة أيضا قالت بأن هناك إسرائيل ولم تخفي الأمر وحتى في موقع كرج الذي يعني الآن فيه لغط كثير حول موقع كرج الإيرانيون لا يقبلون باستبدال الكاميرات وكاميرات المراقبة والبطاقات الذكية أيضا إيران قالت بأن إسرائيل هي المسؤولة عن مهاجمة موقع كرج النووي الحادث الذي نتحدث عنه حاليا وهو مركز الأبحاث الإيرانيون لحد الآن في حقيقة الأمر هم قالوا بأن هناك حريق اندلع في مؤسسة بحثية تابعة للحرس الثوري لكن لم يقولوا ولم يوضحوا هل إن هذا مركز الأبحاث هو مركز صاروخي أو مركز بحثي لا توجد هناك معلومات قالوا بأن هناك ثلاثة إصابات بعد ذلك في اليوم الآخر أو اليوم التالي قالوا بأن هناك الثلاثة المجروحين اثنين من عدهم توفية في اليوم الآخر وبالتالي لدينا معلومات واضحة عن ذلك لكن دعيني أستفسر أطرح سؤال هنا هل إن إسرائيل عندما تريد أن تهاجم مثل هذه المراكز ماذا تقصد؟ ما هو الهدف من ذلك؟ ربما هذه هي النقطة سيد محمد البرنامج النووية أو المشاءات النووية ما الذي تريد؟ ما الذي تريده إسرائيل من خلال هذه الاستهدافات المتكررة؟ أريد أن أنقل هذه النقطة إلى ضيف من واشنطن سيد نايل يعني لن نتحدث عن استهداف واحد قد نتحدث عن استهدافات متكررة حتى وإن لم تقل إسرائيل هذا الموضوع بصورة واضحة إنما هناك الكثير من التلميحات الإسرائيلية بأنها ستستهدف واستهدفت مواقع لإيران ليس فقط داخل إيران حتى خارج الأراضي الإيرانية في سوريا إلى ماذا تسعى واشنطن؟ أو إلى ماذا تسعى تحديدا من خلال هذا الاستهداف؟ برأيك سيد نايل هذا سؤال جيد لو إسرائيل حقا وراء هذه الانفجارات في المنشيات الإيرانية أعتقد أن من المهم أن نشير إلى أن كل من الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية أكدت أن هذه الحرائق الأخيرة نشبت في منشآت يديرها الحرس الثوري هناك منشآة لإنتاج الصواريخ وليست مجرد منشآة أبحاث وإنما إنتاج عسكري لو إسرائيل حقا اتخذت إجراءات ضد هذه المنشآت فلها ما يبررها ما هو الغرض وراء مثل هذا الهجوم؟ بالطبع منع إيران من تطوير صواريخها الباليستية وإيران تريد تطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وبالتالي هدف إسرائيل هو منع إيران نووية تضرب إسرائيل أو دول أخرى في الشرق الأوسط وبالتالي لو آسف لو كان هذه ضربة عسكرية إسرائيلية ففي رأيي أن هذا له ما يبرره لأن إيران كما نعرف لديها نواية كي تصبح دولة نووية وإيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب الدولي وإيران نظرت في العديد من المناسبات مسح إسرائيل عن الخارطة إسرائيل لها حق الدفاع عن شعب إسرائيل من هجمات محتملة من إيران في المستقبل ولكن ألا ترى بأن هذه الضربات العسكرية قد تعطي نتائج معاكسة وربما قد تدفع طهران للتوجه والإصرار بحزم على مواصلة تخصيب اليورانيوم هي وصلت إلى قرابة 60% برأي إيران ستستمر في تخصيب اليورانيوم بغض النظر عن أي شيء هذا هو هدف إيران في الواقع وإيران مصرة على أن تصبح قوة نووية وبالتالي أعتقد أن إسرائيل لا ترى أي بديل للقيام بعمليات عسكرية الآن الإدارة الأمريكية ليست معنية بالخيار العسكري في التعامل مع إيران وفي إسرائيل هناك الشعور بأن الإدارة الأمريكية ليست قوية بما فيه الكفاية في الموضوع الإيراني وبالتالي إسرائيل لها الحق في اتخاذ أي إجراءات أحادية ضد المنشآت الإيرانية أو منشآت إنتاج الصواريخ أو منشآت تخصيب اليورانيوم الإسرائيليون بالتأكيد يخططون لعمليات عسكرية متعددة الجبهات ضد إيران وحقيقة أن الولايات المتحدة لم تتبنى موقفا متشددا هذا يجعل من المحتمل أن نرى عملا إسرائيليا ضد إيران في الأشهر القادمة والسنوات القادمة سيد محمد في ضوء هذه المعطيات التي نتحدث عنها هل من أهمية الآن بالعودة من جديد إلى مفاوضات فيينا العودة إلى التفاوض وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة ربما إسرائيل تتحدث عن ضربات عسكرية لكن رغم كل الاستفزازات الإيرانية حتى الآن واشنطن هي تريد جلب إيران إلى طاولة التفاوض سيد محمد تسمعني أنا أعتقد بأن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها إسرائيل أنا طرحت هذا السؤال أنا أعتقد بأن مثل هذه الأعمال التي تقوم بها إسرائيل هذه تعقد الموقف يعني الإيرانيون سوف يتخذون إجراءات أكثر حدة المواقف تكون أكثر صلابة ونحن رأينا عندما قصفت أو عندما استهدفت إسرائيل منشأة ناطنز إيران خلال عشرة أيام خصبت أو نصبت أجهزة أجهزة طرد المركزي من نوع جديد ومن نوع حديث وخصبت وزادت نسبة تخصيب اليوراني شكرا لك وبالتالي معنى ذلك بأن إيران ردت على إسرائيل ردت بشكل آخر الآن عندما يكون الاستهداف للصواريخ الإيرانيين أنا أعتقد بأن ذلك يؤثر على تشدد الموقف الإيراني شكرا جزيلا المفاوضات المحتملة النووية في مسارة إيران من طهران محمد صالح صديقيان ومن واشنطن نايل جاردنر أشكركم جزيلة شكرا